السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن اليوم سنبدأ ونظر في الموضوع المهم بثبت وثبت الناس يعلقوني في التعليقات لماذا تجلب دنيا باطمع؟ أنا لم أكن لدي شيء خلاف مع فنان وأنا مجرد كنقدم الخبر كما ينزل كنقدمه ونحاول نبحث للأخبار فأنا نحيازي تماما من هذه النحية ودائما كنجبكم الأخبار ديال الفنانين لا غير فكتمنى هذا المساج يوصل ودائما كنوعدكم بالمزيد والمزيد من العطافة للقناة سوف نحاول انطورها إلى أحسن بإذن الله فقط بالدعم لكم المتواصل الأمير هشام العلوي يفاجئ المغاربة بصورة ناذرة رفقة الملك محمد السادس الإعلامية رشيد العلالي في مرمى الانتقادات دنيا بطمة تعود من جديد وتفاجئ كل المتابعين هذا ما قالته الفنانة الإماراتية أحلام بعد أن التقت بنوال الكويتية ابن صلاح الدين الغماري يذرف الدموع وهذا هو السبب أخرج الأمير هشام صورة من أرشيفه الخاص وهو واقف بجانب الملك محمد السادس ونشرها في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة رأس السنة ويظهر في الصورة الأمير هشام حاملا فيما يبدو كأس قهوة ويتقاسم الابتسام مع الملك محمد السادس في مناسبة خاصة بالعائلة الملكية في القصر الملكي بالرباط نهاية سنة 1998 حين كان الملك لا يزال وليا للهد حيث بويها في السنة الموالية ملكا للمغرب خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني وقال هشام العلوي الذي كان قد أسقط من نفسه صفة الأمير في منشور أرفقه بالصورة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 أتقدم بخالص التهاني والمتمنيات إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى والدة الأمير الأمياء وإلى جميع أفراد الأسر الكريمة وكذلك إلى أخوات وإخوات المغاربة وتمنى أن تكون سنة 2022 انطلاقا جديدا للوطن بالتغلب النيائي على جائحة كورونا وسنة التعافي الاقتصادي والاجتماعي وسنة الانفراج الحقوقي الشامل وجد مقدم البرامج الترفيهية بالقناة الثانية رشيد العلالي نفسه وسط جدل كبير بسبب الديكور الجديد لبرنامجه رشيد شو في صورته الجديدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا شباها كبيرا بين ديكور رشيد شو الجديد في موسمه التاسعة والبرنامج التونسي الشهير فكرة سامي الفهري للإعلامي سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسية وجاء تفجر فضيحة ديكور رشيد شو 2022 بعد ساعات قليلة عقب طرح الوصلة الإشارية لبرنامج رشيد شو وهو ما وضعه في موقف محرج وانتقد عدد من المتابعين على مواقع السوشيال ميديا قرصنة العلالي لتصميم ديكور البرنامج التونسي المذكور بتفاصيله الدقيقة واللجوء إلى قرصنة الأفكار على شاكلة كوبي كولي وبثت القناة الثانية دوزيم أولى حلقات الموسم الجديد من رشيد شو يومه الجمعة الماضية أي ليلة رأس السنة وفيها بدى ديكور البرنامج نسخة طبق الأصل من البرنامج التونسي تتأهب الفنان المغربية دنيا بطمة لإصدار جديدها الفني في الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان مغياج ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على موقع تبدل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لملسق الأغنية أرفقتها بتعليق جاء فيها المرياج قريبا جهزين الجديد بالذكر فإن المغنية دنيا بطمة لاقت العديد من الانتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد فضيحة حساب حمزة منبيبي الشهير بمهاجمة النجوم وهو الأمر الذي جعل العديد من متابعيها يرفضون تلاقي أخبارها معبرين عن أنها لا تستحق ذلك وأنها ما زالت متابعة من قبل محكمة النقد التي لم تقل كلمتها بعد خلال وجودها في الرياضة لإحياء حفل رأس السنعة على مسرح الفنان محمد عبدو وبمشاركة 14 فناننا وبتنظيم من روتانا نشرت الفنان أحلام فيديو جمع مع الفنان نوال الكويتية وعلقت الله لا يغير علينا يعيون أختك وتفاعلت مع الفنان نوال الكويتية وكتبت اللهم أمين حبيبتي الحفل الذي جمى أحلام ونوال الكويتية ونخبة من أشعر الفنانين منهم الفنان محمد عبدو وعبد الله رويشد وماجد المهندس ونبيل شعيل وعصالة وأنغام وأصيل أبو بكر وعلي بن محمد وفاد الكبيسي وأسماء المنور ووليد الشامي وبمشاركة الفنان عبد المجهد عبد الله يعد أقوى حفل أقيم خلال موسم الرياضة ولاقى اهتماما ومتابعة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وجهت الفنانة المغربية أمال سقر رسالة لمتابعة عبر حسابها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بمناسبة حلول السنة الجديدة ونشرت أمال سقر صورة لها أرثقتها بتعليق جاء فيها انظر من حولك وغرب من يحاول عدم تجيعك وتحطيمك من يطمع فيك من يحصدك ويغار منك ومن اتسام في وجهك غرب لوق بالمثال العام وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير مع كلام أمال سقر وكذا شكلها حيث ظهرت أكثر جمالا وشبابا لقد غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة طويلة وبالأخص عن اليوتيوب لكن في الفترة الأخيرة تداول العديد من المشطاء فيديو حيث ظهر فيه كريم ابن الراحل صلاح الدين الغماري في الذكرى السنوية لوالده التي تم تنظيمها بالقناة الثانية والتي عرفت حضوره رفقة والدته وجدته من أجل افتتاح السوديو باسم والده بالقناة وكانت هذه المناسبة كافية لجعل كريم الغماري يضرف الدموع على والده الذي كانت وفاته بمثابة صدمة قوية على كل المغاربة وقد ظهر كريم في الفيديو وهو متغير حيث أصبح شابا وسيما لفت الأنظار إليها إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة